بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثير أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقدم لكم الجزء الأول من الشرح المبسط والميسر جدا لأكبر برنامج في إحصاء القرآن الكريم الحقيقة أيها الأحبة الإمكانيات الهائلة الموجودة في هذا البرنامج حقيقة أنا نفسي أجهل كثيرا منها لأننا وضعنا فيه برمجيات متقدمة جدا وبحيث يعطي إحصائيات لا يتصورها العقل قبل ذلك أود أن أذكر أحبتي في الله أن هذا البرنامج لم يوضع عبثا من فضل الله بدأت فكرته قبل تقريبا 15 عاما فعندما كنت أعد يدويا أعد من خلال المصحف الشريف ولكن عملت على إعداد قاعدة البيانات بحدود سبع سنوات وأنا أعمل على التدقيق قاعدة البيانات التي هي النص الذي سيتم إدخاله في الكمبيوتر لأنكم كما تعلمون الكمبيوتر هو الجهاز يعطيك ما تعطيه يعني إذا أعطيته نصا فيه خطأ سيظهر لك نتائج خاطئة أعطيته نصا صحيحا يظهر النتائج الصحيحة لذلك بما أن النص القرآني في ذلك الوقت لم يكن مكتوبا لم يكن متوافرا ومدققا فمن فضل الله يعني قمت بتدقيقه عشرات المرات حتى أطمأن قلبي أن هذا النص هو الذي سيتم إدخاله في برنامج حصاء القرآن ثم بعد ذلك سخر الله سبحانه وتعالى من يعني يسر هذا العمل ويبرمج هذا العمل على مدى تقريبا سنتين أو ثلاث سنوات وبعد ذلك تم تطوير البرنامج منذ يعني أتصور على مدى الخمس سنوات الماضية نقوم بتطويره كل فترة كل عدة أشهر نقوم بإضافة ميزات جديدة يعني أنتم أيها الأحبة الآن تأخذون نتيجة عمل بحدود خمسة عشر عاما برنامج إحصاء القرآن الذي سنشاهده أمامنا اليوم هو نتيجة عمل متواصل لأكثر من خمسة عشر عاما النص الموجود هنا مدقق بنسبة مئة بالمئة ومطابق لمصحف المدينة المنورة أو ما يسمى بالمصحف الإمام برواية حفص عن عاصم طبعا موضوع الروايات أيها الأحبة هناك تعدد بسيط جدا فقط في اللهجات أحيانا يعلمون، يعملون، تعملون، يخادعون، يخدعون مثلا مالك أو ملك لا أسميها اختلافات ولكن هي التعدد لأوجه القراءات وهي لا تغير المعنى بشكل يعني لا تعطيك معنى متناقض تعطيك معاني إضافية وموضوع القراءات أيضا ينطبق على هذا البرنامج طبعا هذا البرنامج سنسعى لإضافة القراءات والروايات القرآنية فيه إن شاء الله وسنسعى لإضافة اللغات أيضا لأن هناك كثير من إخوتنا المستملاي فهموا اللغة العربية وهو بحاجة لهذا البرنامج لذلك نعمل إن شاء الله ونسأل الله أن يسر لنا من يساهم في الترجمة وفي تطوير هذا البرنامج ليتضمن كل القراءات القرآنية واللغات العالمية المهم أيها الأحبة هذا البرنامج ثمرت كما قلنا أكثر من خمسة عشر عاما من الجهد والتعب المتواصل وكانت النتيجة كما ترون أمامكم ألا الآن طبعا سأعطيكم شيئا دعوني أكبر الشاشة فقط لكي يعني يصبح الخط واضحا هذا البرنامج أيها الأحبة هنا كما نرى أمامنا هذا هو البرنامج يتم تحميله من الإنترنت يكفي أن تكتب على جوجل برنامج إحصاء القرآن الكريم موقع الكحيل وستجد هذا البرنامج على ملف مضوط وهو يعمل مع نظام ويندوز أيضا أريد أن أذكر أننا نعمل إن شاء الله وفي أسرع وقت على إخراجه ليعمل على نظام مثلا أندرويد أو أجهزة الماك أو مع الموبايل آيفون وغير ذلك نعمل على ذلك أيضا هذا الآن يعمل على نظام ويندوز يعني إذا لم يكن لديك كمبيوتر أو لابتوب فيه نظام ويندوز لا تستطيع تشغيل هذا البرنامج فهذا البرنامج أيها الأحبة كما نرى أمامنا باختصار سأبدأ معكم خطوة خطوة ببساطة واجهة هذا البرنامج كما نرى هنا عندما نضغط إشارة الزائد حتى لو كان هناك كلام تضغط زائد يحددها وتبحث مثلا عن اسم الله بمجرد أن تضغط بحث هنا سيعطيك عدد النتائج 2557 و 1746 آية 85 صورة عدد كلمات كل الآيات هذه وعدد حروفها كذا طبعا هذا الرقم أيها الأحبة غير حقيقي نحن نعلم أن اسم الله تكرر 2699 مرة أكثر من هذا العدد لذلك يعني مثلا هنا البرنامج لا يظهر لك كلمة لله لأنك تبحث عن اسم الله عندما نبحث عن اسم الله فإن اسم لله لا يظهر في النتائج لأن هذا البرنامج يعطيك ما تبحث عنه هو برنامج أعمى هو يعني يعني يبحث عن الحروف التي تدخلها فعلى سبيل المثال يعني مثلا دعوني أقول لكم إذا أردنا أن نبحث عن اسم الله في القرآن أنا أفضل دائما أن نبحث هنا هنا إحصاء الكلمات التي يوجد بها كذا يوجد بها الله بما أنه لدينا حروف أيضا لله فلله فنختار أقل عدد حروف لأن البرنامج يبحث عن هذه الحروف الثلاثة لام لامها أينما وجدها يخرجها حتى لو لم يكن لها علاقة باسم الله سبحانه وتعالى فمثال على ذلك إذا قمنا بالضغط على البحث على حروف لله لام لامها هنا سوف نجد 2716 وهذا العدد أيضا غير حقيقي لماذا لأنه سيخرج لك أي كلمة فيها الحروف الثلاثة قد يكون هناك كلمات ليس لها علاقة بالاسم كما قلنا باسم لله تبارك وتعالى طيب كيف نعلم الكلمات يعني كيف أنا أستطيع أن أضع هذه الكلمات طبعا هنا يلون باللون الأحمر هنا كلما نزلنا نستطيع أن ننزل بالماوس أو بالأسهم يعني نستطيع أن ننزل مثلا هنا ختم الله بالله يخادعون الله الذين آمنوا فزادهم الله مرضا الله يستهزئ بهم ذهب الله بنورهم كذا كذا وهكذا طيب أين هذه المرات التي فيها لام لامها وليس لها علاقة باسم الله هذا الكلام نعرفه من ميزة إحصاء الكلمات والحروف الكلمات التي يوجد بها هنا أحب أن أتوقف أحباتي في الله نبحث إذا أردت أن تبحث عن أي كلمة استخدم هذه الطريقة في البحث لماذا؟ لأنه سيعطي كل الكلمات ملخصة مجدولة مع عدد حروفها عدد تكرارها وترى كل شيء أمامك البحث التقليدي لا يعطي كل شيء فهنا طبعا أنا لدي أحصاء الكلمات التي تبدأ بكذا أو تنتهي أو تبدأ بكذا وتنتهي بكذا إلى آخره انظروا عمليات كثيرة جدا 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 سنتناولها بالتفصيل إن شاء الله في أجزاء قادمة الآن أنا أريد أن أبحث عن الكلمات التي يوجد بها لام لامها أكتب هنا لام لامها هنا أكتب لله ثم أبحث أقول إحصاء الكلمات التي يوجد بها يعني الكلام الذي كتبته الحرف التي كتبته أو كونترول إف فايف إف خمسة عندما أضغط سيعطيني الجدول هذا الجدول أيها الأحبة طبعا سيعطيني نفس الكلام الذي هنا 2716-2716 وهذا العدد غير حقيقي لأننا قمنا بإحصاء اسم الله وجدنا أنه يتكرر 2699 مرة بالإضافة لخمس مرات اللهم هذا هو اسم الله في القرآن طب من أين جاء 2716 إذن هناك كلمات ليس لها علاقة باسم الله طبعا الجاهل بإحصاء القرآن يقول لك أنظر بما أنك أعطيتنا رقم قلت الله تكرر 2699 مرة وهو عدد أولي والبرنامج يعطيني 2716 معنى ذلك أن الرقم الذي تقوله خطأ هو لا يعلم أن هناك كلمات فيها لام لامها وليس لها علاقة باسم الله دعوني أستعرض هذه الكلمات أيها الأحبة بلديا 26 نوعا هنا الله 828 مرة هنا التكرار هنا أيها الأحبة وهنا عدد حروف الكلمة لله 102 تكررت 102 مرة الله 733 بالله 139 الله بالفتحة 592 والله 239 لله 14 مرة إذن لله 14 فالله 6 مرات ولله 27 وهكذا دعونا ننزل هنا لدي يضلله كلمة يضلله هنا أيها الأحبة كلمة ليس لها علاقة باسم الله فأقوم أنا هنا باستثناء هذه الكلمة استثناء أو delete استثني هذه الكلمة ثم ننتقل والله والله فلله أب الله مرة كلمة أب الله ذكرت مرة واحدة في القرآن الله مرتين تالله ثمان مرات تالله ثمان مرات والظلالهم هذه ليس لها علاقة باسم الله ولكن يوجد فيها لام لامها يوجد فيها لام لامها لذلك نستثنيها فمن خلال استثناء العناصر محددة الآن تالله ثمان مرة ظلاله أيضا ليس لها علاقة نستثنيها نضغط زر delete الآن خلالها خلالها أيضا ليس لها علاقة نستثنيها خلالهما أيضا فيها لام لامها انظروا هنا باللون الأحمر خلالهما لام لامها أيضا نستثنيها تالله وتالله مرة خلاله أيضا الله فيها لام لامها سبحان الله انظروا كل هذه النتائج خرجت معنا ظلالها أيضا اللهب أيضا للهدى إذن لدينا وتالله تالله الله أب الله فلله والله هنا اللهم اللهم إن أحببت أن تحصيها نحن لا نحصيها طبعا لأنها نوع من الدعاء فإذا استثنينا اللهم يصبح لدينا كم هنا أيها الأحبة دقيقوا معي هنا في الآن كم 2699 مرة 2699 مرة وهو عدد حروف وتكرار كلمة الله في القرآن العظيم طبعا نلتقى إن شاء الله في اللقاء القادم لنتابع هذه السلسلة لشرح مبسط لبرنامج إحصاء القرآن كريم سوف نحتاج كثير من الحلقات لنقوم بالإحاطة بكل إمكانيات هذا البرنامج نسأل الله أن نراكم بخير دائما والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته